اشتركوا في القناة ولكن في موضوعين بدي احكي فيهم لحظت انا كثير انه بسألوا عن الاحجار الكريمة وكل برج ايش الحجر الكريم تاعه وهل هذا الحجر بنفع ولا ما بنفع ان شاء الله انا رح اعملكو حلقة خاصة غير اللي في الابراج يعني انزلها على القناة رح اشرح فيها كل برج وشو انواع الاحجار الكريمة اللي بتناسبه ونصائح على هذا الموضوع اما الموضوع الثاني هو موضوع رد على تعليق هو تعليق جيد جدا صديقة لنا على القناة عن الفاسوخ الفاسوخ اللي هو الفاسوخ المغربي الابيض طبعا الوسقي او الوسقي او الوسق او هذا المسميات على حسب كل مدينة موجودة في المغرب طبعا الفاسوخ الابيض نظيف معروف عنه ومتعرف عنه حتى بالاعراف المغربية وراحته جميلة زي ما ذكرت اما نقطة اللي انا وقفت عندها عند الفاسوخ الاسود فهاي شوي الموضوع الفاسوخ او الفاسوخ الاسود تحديدا هذا شوي معقد ولكن رح اشرحه انا بطريقة بسيطة جدا طبعا في المغرب دخلوا السحرة او اعوان الشياطين او اللي بتعاملوا مع الشياطين اجتهدوا على خلط مركب من ضمنه مادة سودة هي ما لها علاقة بالفاسوخ ولكن سموها فاسوخ فاسوخ اسود فخلطوا معاها طير وعظم ومش عارف ايش وعشاب طبعا الطير هذا معروف بس ما بدي اذكره من شو نوعه يعني طبعا هم ما بحطوه هو هم بحطوه اي طير وبيقول لك هذا هو نفسه وممتاز طبعا اللي بيستخدموا السحرة واللي بيشتغلوا بالسحر والاشياء الضر اما بالنسبة للفاسوخ الاسود الاصلي اللي هو المغربي الاصلي هو بيجي لونه اسود بيجي مثل المعجون يعني الطري مثل العجين تقريبا انت عرض للحرارة يعني في الحرارة بصير هو طري ممكن تمسكو انت وتحركو بايدك مثل العجينة بيكون طري وحتى في منه اشي زي الحبر بيكون سائل بنزل منه او اشياء ممكن انها تطبع على ايدك او هذا هذا اللي هو الفاسوخ الاصلي الطريقة الثانية انه نفس الفاسوخ هذا اللي هو الاسود لما تيجي تحطه في مكان بارد او يتعرض للبرودة بصير قاسي جدا لدرجة انه اذا اجيت شديت عليه بيكسر بصير فتفيت الزيرة مثل يعني مثل حبة الملبس او السكاكر او الاشياء الحلوة اللي بتكون لها طعم فبتكسر وبتتفت هيك رائحت وجميلة على النار طبعا هذا نوادر جدا انه يكون موجود عشان هيك انا قلت الفاسوخ في منه غالي جدا اللي هو بيصل سعر الجرام من خمس وعشرين دولار لخمسين دولار وفي نوع بيكون مع اسمه الفاكوك وليس الفاسوخ هو نوع بيجي لونه بنه ويستخدم ايضا مع الفاسوخ كمركب بيستخدموه لفك الاسحار هذاك بفك السحر وهذاك بيسكر المكان او بيحصن المكان طبعا اللي موجود عنا احنا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط هو اللي بيجي عشك الحجر وهذا ما له علاقة بالفاسوخ نهائيا رائحته قاتل جدا يعني بتقتل الدنيا كلها فما بنصح فيه يعني اذا ما وجد الاصلي فما تستخدموش النوع الثاني هاي نصيحتي يعني بس حبيت ان اعقب على هاي المعلومة اما بالنسبة للوسقي الفاسوخ الابيض فهو معروف ورائحته جميلة هو عقد الامكانيات يعني هما يتطيبوا فيه في البيوت ويتباركوا فيه لانه ريحته جميلة وهذا موجود في المغرب في الجزائر قليل في ليبيا موجود في تونس اعتقد انه موجود يعني في مناطق في افريقيا مش كثير يعني بس موجود يعني ولكن عند اشخاص معينين اللي هم بيشتغلوا بالعطارة الخاصة او الاشياء النوادر والاشياء اللي زي هيك وطبعا صعب انك يجيبوا لانه بده فحص يعني لازم واحد مختص فيه اللي يعطيك النوع الاصلي لالو طبعا انا لا ببيع بخور ولا بعطي بخور ولا بشحد بخور لانه انا باعطي معلومات فقط عن الموضوع يعني ما بتاجر في هاي الامور والاحجار الكريم من نفس الاشياء ما حدا يبعط لي يقول لي حجر كريم وعندي حجر كريم وتشتغلي على الحجر الكريم انا اه بعطيك معلومة ماشي انا بعرف العلم هاد وعندي قدرة عليه ولكن انا ما بشتغل فيه يعني لان اذا بدي اشتغل فيه اتقاضى اجر وانا حالف يمين اني انا ما اتقاضى اجر عن اي شي انا قد بحكي لكم اياه فعشان هيك لانه راح يكون له تكلفة وتكلفته غالية ومش اي شخص بيستوعب ايش الاشي اللي هو بدي يعمله فعشان هيك ما بدخلش حالي في هالمتاهة هاي ولا بدل على اشخاص بيشتغلوا في هذا الموضوع لاني لا اثق في اي انسان الا اذا عنده اه يعني نفس مسلك العلم اللي انا تعلمته وهذا قليل جدا انه حدا يوصله خلينا نروح على توقعاتنا اليومية اه قبل ما نروح على التوقعات اليومية اه في موضوع اه راح افاجئك فيه اه طبعا راح احكي لكم اياه ولكن راح يكون مفاجئة لانه برضو حسيت انه في ناس بتخبس في هذا الموضوع وردا عليهم راح اعطيك الصافلة الو عشان ما ترجعوا وتدفعوا فلوس عليه اه اختيار الاسماء اه ذكور واناث للابراج الاسماء المناسبة يعني اللي بدها تولد حامل بدها تولد هي اختها مين ما كانت والمولود بده يجي في برج كذا وحابين تسمو اسم ينطبق ايجابيا على برجه انا راح اعمل حلقات مش حلقة وحدي حلقات اذكر فيها البرج واذكر فيها الاسماء واعطيكو صفات الاسماء هاي واعطيكو الاحرف اعلمكو اياها تعليم ورح اخلي هاي الحلقات بابلك يعني للجميع موجودة الكل يستفيد منها يعني زي مرجع اللي بده يسمع مثلا يدخل يشغل يسمع للبرج كل برج وشو الاسماء اللي بتيجي عليه ذكور واناث والاحرف اللي بتيجي بتعزز لالو بحسابات صحيحة مش حسابات تخبيص زي اللي خبصوا على هذا الموضوع وقاعد يقول اسم مش عارف اللي بيبدأ بحرف المين بصير معها مش عارف شو بتمرض وبتموت على الاربعين واللي برجها مش عارف ايه شو بتسمع هذا كل ياتوا اسمه تخبيص ما له علاقة بالعلم هاي معلومات لها علاقة باشخاص اللي هم بعلم الاوفاق اللي هم اللي بيقدروا يحسبوا بعلم الفلك وعلم الرقم وعلم الحرف وعلم الوفق اللي هو علم الاوفاق وهذا علم نادر جدا مش موجود واللي بحاولوا انهم يركبوا الموضوع على موضوع عشان يورجيكوا انه هم بيفهموا في هذا العلم ولكن للأسف الشديد هم ما بيفهموا دعكي لكو يعني فان شاء الله انه في القريب رح نعمل حلقات على هذا الموضوع وان شاء الله رح اعلمكو يا حتى انتو تعرفوا حتى تحسبوا لو اسماء مثلا حديثة لان انا مش رح اعطيكو اسماء حديثة اكيد يعني انتو حابين تسموا فمن خلال الاحرف بتعرفوا تركبوا الاسماء وبرضو في نفس اللحظة بكون الاشي مناسب خلينا نروح هسا على توقعاتنا اليومي طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الاثنين ثمانية ستة القمر ما زال موجود في الجدي لاخر يوم في منزلة سعد بلع او هاي المنزلة يعني ممتزجة يعني باشياء ايجابية واشياء سلبية فهي جيدة للعلاج وجيدة للفراق وجيدة للاتلاف لاتلاف الاموال يعني الصرف ببذخ بدون تفكير ويعني بدخل الواحد بس انه بده يصرف امواله وبرضو جيدة للحرية هسا بدي يجي واحد وقول لي طب شو يعني الفراق الفراق هي هي للي عندهم مثلا قضايا طلاقهم معقدة او بدهم يرفعوا قضية الطلاق او عندهم مثلا مشكلة مع جار مثلا او مستاجر بدهم يطلعوا ليوم بقدروا يرفعوا قضية عليه فهي هاي بتعزز النقاط اي اشي في فراق يعني ببعد شخص عن شخص طبعا حكينا انه القمر لما بكون موجود في الجدي في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور بتصير معنا الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم وعلى البعض منه علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا شروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية البدء بحمية وشراء بوليس التأمين او امور لها علاقة بالاشياء النادرة اما بالنسبة لزوايا الفلكية فاليوم عنا احنا تقريبا يعني لغاية حلقة الغد عنا ثلاث زوايا كلها ايجابية الزاوية الاولى هي تزديس ايجابي بين القمر والمريخها راح تكون في تمام الساعة ثنتين وزد دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر ونبتن راح تكون في تمام الساعة ثمانية وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتعزز القدرة او الخيال القصب وبقوى عنا الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في المجالات ذات الصلة بالفن بالديكور بالتجميل اما بالنسبة لاخر زاوية هي راح تكون تقريبا بنفس موعد بث حلقة الغد وهي اخر زاوية راح نذكرها وبعدين بكرا بنكمل باقي الزوايا الزاوية هاي زاوية اقتران برضو ايجابية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة ثلاثين مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بكرا زي ما حكينا في خلوه مسار خلوه المسار هذا راح يكون بعد حلقة الغد فما راح نذكره اليوم يعني هو اذا بدنا نحكي الابراج على اربع وعشرين ساعة يعني لغاية الساعة اتناعش بالليل منتصف الليل فبذكر هاي التوقعات بذكر هذا خلوه المسار ولكن بما انه خلوه المسار هذا راح يكون بعد حلقة الغد اللي هو ساعة ستة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتزيده ثلاث ساعات للاردن يعني تسعة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ببدأ خلوه المسار لغاية تقريبا ساعات ما قبل الفجر عشان هيك هايني ذكرتلك اياها ولكن بكرا ان شاء الله من عيدها في حلقة الغد طبعا ساعة خلوه المسار معروفة انها هي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل هاي موليد جميع الابراج بدون استثناء عمر القمر القمر انحسار المحدة بسبعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء بصير ثمنتعشر يوم نسبة الاضاءة خمس وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج منتحس القمر في الجدي حتى تسعة ستة اللي هو لبكرة بعد منتصف الليل فعشان هيك منحكي تسعة ستة المزاج ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتعاش ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمس وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة آآ مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى تاريخ واحد سبعة بعدين برجع للجدي يعني بطلع من الدلو للجدي آآ مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بيتراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى يوم 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه حافظ على إنجازاتك القامة أهم مش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه إحنا قاعدين بنحكي عن الجدي اللي هو البيت العاشر فهذا إحنا بنسميه بيت السمعة أما بيتك الأول تقريبا الأجواء روتينية على طبيعتك برضو مثل الأمس بتتعامل بنفسية متقلبة خلال النهار ممكن تشعر ببعض الضيق أو الشكوى أو الشقوك أو بعض الأفكار أو الوساوس أو ممكن بعض الامتعاض من بعض التصرفات أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي برضو يعني شوي الأمور ممكن يكون فيها بعض الإيجابية ولكن أنه بغلب عليك طابع الصرف أو تصرف الفلوس أو بكون عندك أفكار كثيرة لتبذير الأموال أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنها يعني روتينية ما بدنا نحكي أنها إيجابية على مستوى اتصالاتك مواصلاتك تنقلاتك كلها بتكون روتينية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت حكينا أنه طول الشهر وعن مستوى البيت في نوع من أنواع الضغطات الضغطات هاي بتكون إما أنه أعمال ديكور أو اهتمامات بتنقيل من بيت لبيت أو ترحيل أو شراء عقار ولكن بتكون مضغوط إما مالياً أو مضغوط عصبياً أو في ناس بتعرضك برضو هذا له علاقة في كل إشي بمجالات البيت والعائلة وأفراد العائلة والمشتريات المنزلية وكلها هاي الأمور فعشان هيكي ممكن أنه يكون في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمشاحنات أو ردات الفعل السلبية على مستوى البيوت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو الأجواء ما زالت حادة فعشان هيكي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العاطف الجياشي خلال هذا اليوم السلبية اللي بيكون سهل أنك تبكي أو تحزن أو تذكر أشياء تحزنك أو برضو في نفس اللحظة ممكن تعمل سوء من التفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة اللي هو يعني حب أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل اليوم في ضغط كثير يعني فيه أعمال كثيرة عندك بتتراكم عندك بعض الأعمال وممكن برضو أنك تشكو من بعض الاضطرابات الصحية أو تقلبات الصحية بدك تكون منتبه أما بالنسبة لبيتك السابع فهو جيد يعني بيدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم على مستوى بيت الشراكي ولكن أنه مش أغلب الوقت لغاية ساعات الصباح بعدين بصير الجو بتعاملك مع الشركاء أو بين الأزواج روتيني على طبيعته أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو نفس الشيء روتينية على مستوى الأموال المشتركة أو الأمور اللي إلها علاقة في البنوك أو القروض أو مؤسسات زي الضريبة أو التأمين برضو على طبيعتك تتعامل فيها ما فيه إشي عركس ولا إشي يدعم أما بالنسبة للبيت التاسع برضو نفس الشيء روتيني على مستوى اتصالاتك البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو المؤسسات التعليمية أو الامتحانات ولكن اللي عنده امتحانات أو مقابلات من قلهم لازم تستعدوا بشكل جيد ما بنفع الارتجال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد بيت علاقاتك جيد وهذا شوي بيسبب لك نوع من أنواع الانتعاش أو التقارب ما بينك وبين أصدقائك وممكن يكون فيه لقاء أو يعني مساعدة من أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي هذا اليوم ويعني بتنجز أعمالك بشكل جيد وفي نفس اللحظة اهتماماتك بصحتك بتكون مراقبة برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما البعيدة ممكن تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو ترويج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها يوم بيكون هناك برضو نجاح وحض في حياتك العاطفية والعائلية طبعا بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء برضو روتينية أما هذا اليوم برضو على طبيعتك أنت بتهتم بنفسك وصحتك أو منظهرك على حسب طبيعتك ما عندك أي شيء يأثر عليك إلا إذا كان طالعك بعطيك إيجابية أو سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأموال فأنا شايف الأجواء بتفتح بعض الفرص اللي إلها إعلاقة في المجالات المالية ولكن في المقابل أنه بتزيد عندك المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فهو برضو حاد اليوم وهذا بسبب لك أنه أنت بتكون مشغول في بعض الترتيبات المنزلية أو قلق على أحد أفراد العائلة أو ممكن خلاف داخلي من داخل البيت أو أفراد العائلة أو يعني بعض الأعطال المنزلية اللي بتكون مرحقة لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو اليوم ضاغط على المستوى العاطفي يعني ممكن يعني الضغطات هاي هي عاطفية زي عصبية أو ردات فعل أو ممكن تعاطف أو حزن أو أشياء من هذا القبيل أو صدام ما بينك و بين أحد الأحبة ومنهم الأبناء أما بالنسبة للبيت بيتك السادس فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك السابع تقريبا نقدر نحكي إنه جيد بيدعمك على مستوى بيت الشراكة بيعمل تقارب ما بينك و بين الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فأنا شايفه روتيني برضو بتتعامل أمور إلها علاقة في البنوك أو القروض أو السلف أو الدوائر الحكومية المالية برضو أنا شايفه روتيني أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء دعملة إليك خلال هذا اليوم مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر برضو الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة وهي بتعزز مكانتك في مكان العمل أو بعلاقاتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة للبيت الـ 11 بيت الأصدقاء فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء جيدة يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال النهار وممكن تهتم ببعض المسائل الصحية ولكن مش بشكل سلبي برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة المتاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديث الأجواء يعني أنها فترة يعني مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني نقدر نحكي أنها روتينية برضو يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم تتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا ضاغطة بمصاريف أو التزامات وممكن يصير فيه عندك بعض الخربطة بالحسابات فبدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف الأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع فيه عصبية ولكن مش كثير فعشان هيك بيكون عندك نشاط بالاتصالات والحركة والتنقلات وأمور إلها علاقة بالنقاشات ولكن ركز بشكل جيد بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط على مستوى البيت وبسبب لك بعض الحدية أو الخلافات العائلية وممكن انتقاد من أفراد العائلة أو بعض المشاغل المنزلية اللي بتكون كثيرة أما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو على المستوى العاطفي الأجواء ضاغطة بتسبب لك إما معلومات بتستفزك أو أنت عاطفيا بتكون شوي مرهف الحس زيادة فبتكون حزين على الحبيب أو على أحد الأحباء أو بكون فيه نوع من أنواع العصبية في تعاملك مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء روتينية يعني بتنجز أعمالك بشكل طبيعي وما فيه أي شيء يضغطك ممكن تظهر بعض المسائل يعني يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنضغط بعمل في ساعات الظهر ولكن أنا شايف أنه أنت عندك قدرة على إنجازه وبرضو مراقبة وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي روتيني يعني بتتعامل بنوع من أنواع اللي مش سائل يعني هيك على تتعامل مع الزوج يعني كأنه خلص اعمل اللي بدك يا اليوم أنا مزاجي مش رايق لا أي مشاكل أو لا أي حدية أو لا أي شيء يعني الروتينية برضو مؤذية بالنسبة للجوزاء أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك نشاط عالي جدا بالاتصالات الخارجية أو التصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالجهات القانونية أو الرسمية واللي عنده امتحان أو عنده شيء إلو علاقة في المؤسسات التعليمية يعني خصوصا الامتحانات بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وبيدعمك بقوة وممكن يتعزز علاقاتك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو تثبت قدرتك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تعاملك مع أصدقائك اليوم طبيعي ما في أي حدية ولا أي عصبية بالعكس أنت اليوم حتى عندك شوية طاقة إيجابية للتعامل مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء شوي يعني بدك تدير بالك يعني حاول أنك أنت يعني على المستوى أنك ما تتعب حالك زيادة أو ترهق حالك زيادة أما بالنسبة لأمور العمل أو الصحة أو الأمور اللي إلها علاقة بالغذاء إذا تقريبا الأمور مسيطرة عليها بشكل جيد برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هذه الفترة يعني شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع السلبية وتكون ضاغطة ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات السبب أن القمر موجود مقابلك بمنحك بعض الطاقات الإيجابية ولكن في المقابل هو بنزل من طاقتك فبكون عندك قابلية للعصبية والخلافات أو أن خصمك ممكن يستفزك خلال هذا اليوم وبرضو في قابلية لبعض التوعكات الصحية بدك تكون حذر من هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة ودعمتك بقوة عندك ثقة بنفسك عالية جدا مشحون بطاقة عالية برضو في نوع من أنواع المرح واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو نفس الشيء ممكن أن يكون عندك زيادة في المصاريف أو تقلب في المصاريف خلال هذا اليوم أو ممكن أنه شوي يصير في نوع من أنواع الإرباك على مسألة مالية معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على المستوى الثالث البيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات فعنت عصب المزاج في نوع من أنواع السلبية مضغوط وبرضو ممكن أنه تعصب بسهولة برضو احذر أثناء تنقلاتك وانتبه خوفا من أنك تتعرض لشيء لا سمح الله له علاقة عطل بالسيارة أو بجهازك الهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء الروتينية في ساعات الظهر أو العصر ممكن يصير فيه شيء إيجابي أو مرح أو تلاقي ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو ممكن يجيك خبر هيك شوي يعدل مزاجك على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي برضو يعني هي الأجواء إيجابية ولكن إنه بإيجابيتها العاطفية واندماجك مع العائل الأحبة أو تعاطفك مع الأحبة ممكن في لحظات تتذكر موضوع قديم أو علاقة قديمة أو شخص قديم فتحزن أو تذايق أو ممكن إنه هيك بتكون مرها في الحس أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء على مستوى العمل الروتيني يعني بتنجز عمالك بشكل روتيني ووضعك الصحي ما فيه أي خوف عليه خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع يعني مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات والأمور تقريبا نقدر نحكي بالضبط مثل ما ذكرناها أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية ممكن إنه تظهر بعض المسائل اليوم اللي إلها علاقة بمصرف أو بنك أو اهتمامات مالية أو قروض أو سلفة أو دعم معين أو ممكن الطالب بدين معين واليوم يكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع فالجو روتيني على مستوى اتصالاتك البعيدة أو تنقلاتك أو حتى يعني كل الأمور اللي إلها علاقة بالأشياء البعيدة والاتصالات والمواصلات والامتحانات بل لكن عند الامتحانات بقولك أنا ركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ لأنه شوي بدها يعني بدك قراءة أو تجهيز أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمع اليوم جيد بيدعمك بقوة وهذا بيعمل لك نوع من أنواع يعني الإنجازات على مستوى العمل وبرضه في المقابل ممكن يعمل لك نوع من التعاون مع زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تعاملك مع الأصدقاء على طبيعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم بيساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببرنامج غذائي أو مكملات أو فيتامينات أو حتى لو طل الإطلاع عليهم برج الأسد أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم أحسن إدارة عملك وإحذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل العمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية لأنه اليوم بيت العمل والصحة شوي في نوع من أنواع الضغط عليك أما بالنسبة لبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي يعني هيكي فيه نوع من أنواع منقدر نحكيها الاكتئاب أو المال أو اللي مش جاهي عباله يعمل إشي منزعج متذاق من إشي هو مش عارف إش وملوش نفسي يعمل إشي يعني هاي الأشياء بتكون في الأجواء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني يعني شوي ممكن تعطي بعض الفرص أو الاهتمامات المالية ولكن بيكون فيه نوع من أنواع الصرف أو المصريف أو الدفعات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية على مستوى تحركاتكم واتصالاتكم أو حواراتكم اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت ما فيه أي مشاكل بالعكس فيه توافق كامل وممكن يعني تظهر بعض المسائل العائلية كاهتمامات أو واجبات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فتقريباً على الوضع العاطفي شايف الأمور احتدت فعشان هيك إما الحدية هاي بتكون على أحد الأبناء أو على الحبيب نفسه ممكن ما تأخذ على خاطرك أو تتحسس من موقف معين أو يكون عندك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي وروتيني بتتعامل مع شركائك بشكل روتيني خصوصاً المال أو العاطفي اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى البنوك أو الصرافية أو هاد بتتعامل فيها على طبيعتك يعني ما فيه أي شيء عركس ولا فيه أي شيء يدعم كحضوظ أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تكثر عندك بعض الاتصالات الخارجية خلال هذا اليوم أو تهتم في أشخاص خارج البلاد ولكن مش بقوة عالية بالعكس ممكن يكون فيه نوع من الفتور عندك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة وبرضو ممكن يكون فيه لك تعامل مع زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء شوي يعني نقدر نحكي أنه بتحاول أنك أنت بدك تتواصل مع الأصدقاء ولكن نفسيا فيه إشي ضاغط عليك فعشان هيك ما بتكون مرتاح أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ممكن تنجز عمالك ما فيه أي شيء يمنع وبرضو في المقابل ممكن أنك تهتم أو عندك اهتمام في شيء العلاقة بالصحة تغذي فيتامينات مكملات تطلع على برنامج رياضي أشياء من هذا القبيل برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرم من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط لا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وصحيح الأقطاء وما تختلق المشاكل مع الحبيب يعني ما تتحسس وتختلق المشاكل أو تكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي تقريبا يعني أحسن من الأيام الماضية اليوم يعني فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بتشحنك ثقتك بنفسك عالية بالنسبة للبيت الثاني شايف الأجواء يعني تقريبا فيه بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو بعض الأمور المالية المربكة بالنسبة لإلك كحسابات أو تعاملات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بيدعمك على مستوى التحركات والاتصالات والتواصل والتواصل مع أشخاص يعني تهتم فيهم بشكل جيد خلال هذا اليوم وبرضو فيه أمور ممكن تظهر على الساحة إلها علاقة إما بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع في الجو جيد يعني فيه بعض الاهتمامات العقارية أو لأمور إلها علاقة في البيت أو اهتمامات عائلية أو تقارب ما بينك وبين العائلة أو إنشغلات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فمثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا على مستوى العمل والصحة روتيني بالنسبة لبيت الشراكي المالي والعاطفية يعني فيه بعض الإيجابية ممكن تعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ولكن إحذر العصبية وخصوصا ما بين المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة في البنوك أو المؤسسات المالية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر جيد جدا وبيدعمك بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسك بالعمل وبرضو ممكن يتوكل لك موضوع العلاقة في العمل يكون حساس شوي وأنت اللي تقدر تنجزه أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو قوي جدا يعني بتعتمد على أصدقائك وعلاقاتك بالفترة هاي فعشان هيك ممكن يكون فيه تواصل أو لقاءات أو اتصالات عالية جدا وممكن يكون فيه لقاءات أو دعوة لحفلة مناسبة لقاء خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه ضاغط فعشان هيك بقول لك حاول أنه ما ترهق حيالك كثير في العمال وبرضو في نفس اللحظة راقب وضعك الصحي أي أعراض صحية بتحس فيها يعني ما تهملها حاول أنك تراجع طبيبك مرج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم إش أنك ما تتهرب من المسؤولية لاتجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر فيه شوية عصبية راعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء على مستوى النفسي فيه نوع من أنواع الاضطراب النفسي أو العصبية أو الحدية أو الوسواس أو الأفكار المش منتظمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيدة بتفتح بعض الفرص المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو رديات أو هبات أو مساعدات ولكن بغلب عليك شوية تبذير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى تحركاتك اتصالاتك نقاشاتك ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بكمبيوتر أو تليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات على المستوى العاطفي تقريبا عواطفك جياشي زيادة عن اللزوم بشكل سلبي يعني إما أنك متوهم أو متوسوس أو شاكك أو شوي متقلب في المزاج خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي حاول أنك تهدي حالك شوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو يصير في بعض الاهتمام بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البيت الثامن برضو على مستوى البنوك والمؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية برضو اهتماماتك مثل ما هي ما بنصح بطلب قرض أو شيء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء تقريبا تنشط في بعض الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص معينين خارج البلاد ممكن تهتم ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو تهتم ببعض الأمور اللي لها علاقة إما بنقاشات فلسفية أو دينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك برضو على مستوى السمعة وبيعزز بعض النقاط القوية بمكان عملك ممكن تهتم بأشياء جيدة خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون في تعامل ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم تظهر مسألة ممكن تزعجك أو توترك أو يصير قلق أو حكي كثير يعني هيك نميمة على صديق على معرفة على حدا على عزومة أنت من دعيت لهاش يعني كنت حابة تروع مكان تتأجل أو التغى بينك وبين أصدقاء فهذا ممكن يزعجك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعف الأجواء تقريبا جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالصحة برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والرغبة بالسفر يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحلوض بتكون جريء في التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى النفسي نفسيتك أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية عندك سرعة بديها عالية برضو وفي نفس اللحظة نشاطك جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني منقدر نحكي أنها روتينية على المستوى المالي ممكن يكون عندك بعض الالتزامات أو المصاريف المالية خلال هذا النهار أو يقلقك موضوع مالي أما بالنسبة للبيت الثالث كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا أجواء البيت جيدة لا بأس فيها يعني هي بتميلة روتينية ممكن أن يكون عندك بعض المسؤوليات أو الاهتمامات خلال هذا اليوم أو ممكن يظهر إشي طارئ على مستوى البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فالمستوى العاطفي تقريبا الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية مش مثل الأيام الماضية أحسن شوي فعشان هيك اليوم بتخف عندك الحدية ولكن بظل في نوع من أنواع العاطفي الجياشي أو بعض الأشياء اللي ممكن قلق على حبيب أو قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية ولكن بدك تنتبه لصحتك وما ترهق حالك زيادة أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية فأنا شايف الأجواء روتينية تعاملك مع الشريك روتيني ما في أي شيء يزعج أو يعمل تقارب ما بينكم إلا إذا كان الطالع بيدعم أما بالنسبة للبيت الثامن معني برضو على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل المقلقة أو ممكن تهتم ببعض الحسابات خلال هذا اليوم أو منكم ممكن يكون له تعامل مع مصرف أو بنك أو أمور هاي أهم شيء منكم ما تخالفوش القوانين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال الفترة هاي على مستوى البيت العاشر فأنا شايف أنه ما زالت الأمور لغاية ساعات الصباح ضاغطة فأم نقول لك لا تجازف لا تغامر لا تخالف القوانين وفي نفس اللحظة يعني الأجواء شوي بدأ بعض السيطرة على مستوى العمل ممكن تكون مرهق أو تعبان ما تتهرب من مسؤولياتك وخلي إنجز أعمالك بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم أنت عندك نشاط ممكن تواصل أو اتصالات مع بعض الأحباء أو الأصدقاء ممكن تهتم ببعض المسائل أو برضو ممكن يكون بعض المشهورات أما بالنسبة لبيت المتاعب فبتقدر اليوم أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي المقابل لازم تهتم بوضعك الصحي إلك أو لا أحد الأحباء برج القوس تم فرصة لمكسب مالي عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرد ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات يعني فترة إيجابية ممكن من خلالها تحقق بعض الأرباح أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي تقريبا أنت اليوم أحسن طاقتك أحسن إيجابية أكثر عندك بنفسيتك رغم القلق الموجود أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث ممكن تنشط في بعض الاتصالات أو الحركة خلال هذا اليوم أو يكون لك بعض الاهتمامات بتليفون أو اتصالات أو تنقلات على مستوى سيارة ولكن أثناء النقاشات دير بالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع ما زالت الأجواء على مستوى البيت أو شيء بتعلق في البيت أو أعضاء البيت أو أمور بتتعلق في البيت وأفراد العائلة شوي فيها نوع من أنواع الضغط أما خلافات أو سوء تفاهم أو عصبية حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك ما فيه داعي للخلافات ممكن تظهر بعض المشاكل كعطال أو أشياء لها علاقة بالاهتمامات البيتية هي شوي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء ضاغطة يعني فيها نوع من أنواع السلبية حدية أو عصبية أو أشياء ممكن هيك تعمل نفور ما بينكو بين الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل يعني بتنجزوا أعمالكم أو اهتماماتكم بالعمل بتكون روتينية ممكن يكون لكو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالمجالات الصحية أو الرقاب الصحية أو الأشياء هاي أما بالنسبة للبيت السابع فهي برضو روتينية على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي وما بين الأزواج بتعاملوا على طبيعتهم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فموضوع أحد على مستوى الأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بمؤسسات أو تحويلات أو أشياء قانونية فمنقول لك دير بالك في الفترة هاي ما تدخل بأي مغامرات مالية وبرضو دير بالك على مقتنياتك من الضياع ما تكفى الحد وما تثق في حد ماليا بالفترة هاي وممكن برضو إنه شوي هيك تكون أمور بعض الدفع أو الالتزامات عليك تكون ضاغطة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن هاي يتسبب لك بعض النفور أو العصبية أثناء نقاش معين اللي عندهم امتحان طبعا بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يتوكل لك عمل مهم وبرضو في المقابل ممكن يصير لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم يعمل لك نوع من أنواع الانفراج أو تقدم ملموس بعد مراوح وركود إلى فترة عليك التحلي بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي تدعمك ممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي ولكن دير بالك من النفقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني مش مثل الأيام الأولى حادة لا الأيام يعني اليوم هذا بتتعامل بشكل روتيني تحركاتك اتصالاتك تنقلاتك روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يحمل لك بعض الخلافات أو الحدية بالطباع أو بعض المشاحنات المنزلية اللي ممكن تخليك تضطرب أو تعصب خلال هذا اليوم وممكن تظهر بعض المسال اللي إلها علاقة بالأعطال أو أشياء أخرى بتتعلق بالعقارات أو العيلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في برضو الأمور عندك يعني شادة باتجاه سلبي ما فيها إيجابية وهي بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو الحدية بالطباع أو ممكن يعني شوي سؤتفاهم ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل بتنجز الأعمال الضرورية والمهمة على أكمل وجه بدون أي ضغوطات أما بالنسبة للبيت السابع يعني ما زالت الأجواء يعني اليوم ضغطة على مستوى بيت الشراكة فممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين الزوج أو خلاف على مسألة معينة أو تعاطف على الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء ضغطة على مستوى بيتك الثامن يعني برضو الأموال بدك تفكر فيها بشكل جيد ممكن تفقد بعض الأموال خلال هذا اليوم إذا ما ركزت أو بعض ممتلكاتك أو راقك الثبوتية مثلا مفاتيحك ما تعرفش وين أنت حطيتهم وفي نفس اللحظة ما بنصحك بالفترة هاي للقروض والديون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية يعني اتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتيني ما فيها لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل وممكن يوكل لك عمل جديد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء يعني خلينا نحكي روتيني ما بنحكي فيه حدية يعني تعاملك على حسب طبيعتك مع أصدقائك ومعارفك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية برضو نفس الشيء يعني ما فيه أي شيء يعطل عليك إنجاز أعمالك وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك اهتمامات في أمور صحية أو غدائية أو إشيء العلاقة بالفيتامينات أو المكملات برج الدلو طبعا اليوم الثاني القمر موجود في بيت متاعبك فعشان هيك منقول لك يوم آخر بيطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيب الأمار وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء بما أنه ضاغط بيت المتاعب معناته البيت الأول بد يكون ضاغط بيسبب لك نوع من أنواع التوترات أو الحدية أو ممكن بعض الخلافات اللي شوي ممكن تستفزك أو نفسيا تكون مش مرتاح خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى الأمور المالية تقريبا روتينية ممكن تنشط في النقاشات اليوم أو التحركات وبرضو تقريبا يعني بتكون بشكل روتيني ما بيكون فيها الحماسة الكبيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني لغاية ساعات الصباح بتكون على مستوى البيت جيدة في تفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة بوضع البيت جيد ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المسائل كخلافات أو حدية بالطباع أو إشي عصبك أو تهتم بمسألة طارئة بتحدث على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا برضو على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الضغط خلال هذا اليوم فحساسية العاطفة عندك عالية جدا ممكن خلاف سوى تفاهم ممكن إشي يبقلقك اتجاه الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن أنه تكون لغاية الصباح جيدة ولكن بعد ساعات الصباح ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ممكن يلتغى موضوع معين أو ممكن أنه يعني يجيك رد شوي يزعجك وبرضو انتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية بسبب لك نوع من أنواع الحدية لغاية ساعات العصر بعدين الأجواء بتصير روتينية فعشان يقدير بالك من خلاف ما بين الأزواج أو شركاء المال أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البنوك أو المساعدات أو القروض أو الدفعات فاليوم روتيني ما بنصح بهذا اليوم أنك تقدم لطلب سلفي أو قرض أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو امتحانات أو مؤسسات تعليمية تقريبا كلها بتكون روتينية بدون لا نحس أو مشاكل تتعطل عليك أو إيجابية دعمك أما بالنسبة للبيت العاشر فجيد على مستوى العمل بدعمك بشكل قوي جدا وبعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن يوكلك عمل جديد خلال هذا اليوم ولكن اطلع على حيثياته بشكل جيد قبل ما توافق عليه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء برضو روتينية خلال هذا اليوم على مستوى الأصدقاء وتعاملك مع الأصدقاء يعني على حسب طبيعتك وكيف بتتعامل أنت بحسب نشئتك وتربيتك ومكانتك الإجتماعية بتتعامل مع أصدقاءك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع لأفاق ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة ودعميتك بقوة على المستوى النفسي يعني مشحون بطاقة إيجابية عالية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بتجميل أو المظهر أو الوزن أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الأمور ضاغطة شوي فممكن يكثر عندك الاهتمام بالمصاريف ولكن بعضك بيحصل من عمل إضافي أو هبة أو مساعدة ولكن بتكثر الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني ممكن تنشط بالحركة أو الاتصالات خلال هذا اليوم يعمك النشاط بتبرع بالحوارات بالعلاقات بالتسويق بقى هاي الأمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع يعني شوي الأجواء على مستوى البيت ممكن مضغوط في بعض الالتزامات أو الأعمال أو يكون عندك بعض الاهتمامات العائلية أو المنزلية الأجواء ممكن في ساعة الصباح أو الظاهرة هيك يظهر مسألة شوي تنعشك أو تطمم بالك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء ضاغطة بسلبيتها اللي هي بتسبب نوع من أنواع القلق أو الوسواس أو الحيرة على موضوع عاطفي أو بتهتم في مسألة ولكن عاطفتك بتكون جياشة زيادة عن اللزوم سهل إنك تحزن سهل إنك تذكر علاقة قديمة وبرضو ممكن يخلقك موضوع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفية يعني تقريبا منقدر نحكي إنه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فتعامل الأزواج على حسب طبيعتهم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى البنوك أو المسائل المصرفية أو البنكية تقريبا منقدر نحكي روتيني ما فيها برضو لا إيجابي ولا سلبي ممكن تكثر عندك بعض المصريف أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم أو الحسابات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني ممكن تدعمك ببعض الاتصالات أو تعزز بعض الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد ممكن يغلب عليك النقاشات أو البحث في مسائل إلى علاقة بالسياسة أو الدين أو الفن أو الأمور هاي إذا فيه أوراق قانونية أو معاملات حاول أنك ما تهمل أي شيء يعني حاول أنه كل معاملاتك تكون جاهزة أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه جيد بيدعمك على مستوى العمل على مستوى السمعتك على مستوى علاقاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل كلها تقريبا جيدة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة فهذا بساعدك على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم والأعمال وبرضو الاهتمام ببرنامج صحي وممكن تنشط في بعض البرامج الصحية اللي تكون لصالحك خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء